بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول يقول المصنف رحمه الله إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف عن عدد العدو وعدته وأساليبه في معرفة ذلك فقد روى أبو داود الطيالسي وأبن راهوية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله تعالى وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر من العدو عددهم وعدتهم فأصابوا راوية لقريش فيها غلام أي عبد مملوك لبني الحجاج وغلام لبني العاص فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشركين فطفقا يقولان العدد كثير فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلما سلم قال أخبراني عن قريش فقالا هما وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى فقال صلى الله عليه وسلم كم القوم فقالا كثير فقال صلى الله عليه وسلم ما عدتهم قالا ما ندري فقال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون أي من الإبل كل يوم فقالا يوما تسعا ويوما عشرة فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه القوم أي العدو ما بين التسعمائة والألف وكان الأمر كذلك إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف له عن خبر الأعداء من طريق خفي الحال والقال ومن ذلك إرساله حذيفة يوم الأحزاب وقوله يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدث شيئا حتى تأتينا وفي رواية اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر